هنبتدي نشرح عن اللانش بوكس اللانش بوكس ايه قصته انتوا ممكن تحطوا لولادكوا حاجة صحية تفيدهم للتركيز وممكن تحطوا لهم حاجة تخليهم مش عارفين يركزوا الحاجات اللي بتخلي الأطفال متركز اديه الأبيض السكر عصاير حلويات ده بيخليه ما يركز ايه كمان لو حطنا لهم مثلا حاجات تقيلة زي الفول زي الحاجات المقلية مش عارف يركزوا في حاجات بيبقى فيها سكر مستخبي السكر بيرفع سكر الدم وبيخلي الطفل يا هايبر اكتف كده جدا وبيخلي سكر الدم يرتفع وبعد ساعتين بيقع خالص فبيبقى يا اما عايز ينام يا اما محتاج يأكل سكريات تاني ففي كل ده الحالتين ما بيعرفش يركز فالسكر بيبقى مستخبي برضو في الكاتشوب يعني كتير بيعملوا سندويتشات مثلا وحطين فيها كاتشوب ماينفعش لازم نحط لهم حاجات تساعدهم زي ايه بقى مبدئين احنا عملنا مع بعض من اول اسبوع الفينو اللي هو عبارة عن الشوفان برضو دايبا نأكد عليهم يأكلوش وغاية مش باعوا قوي علشان ايه مايتقلوش على معدتهم والدم كله يروح على المعدة معينا بقى بروتين بسيط سواء شيش طوق او فراخ معمولة بطريقة بسيطة زي هنا مثلا اهم حاجة الفراخ واللحوم لازم يتاكلوا في اول اول فسحة ماينفعش يستنوا عليها كتير خلاص يبقى معهم في اللونج بوكس دايما حاجة نشويات حاجة بروتين ممكن بيض كمان مش لازم يبقى لحمة او فراخ تمام البيض بروتين حلو قوي وخضار وفكهة ونقول لهم الفكهة نأكلها بعد الوجبة بتلات ساعة تمام طيب عندنا هنا حلو قوي لو شوية مكسرات المكسرات بتغذي المخ كويس جدا وعندنا هنا سنشات جبنة مثلا تمام او لحمة او بيرجر نعمله في البيت ومعنا الصلاطة عندنا هنا فراخ وصلطة وبرضو الفكهية تمام الفكهة الموز بتساعد جدا لتركيز لان فيها ماجنيزيوم فوسفور ومينرالز اللي هي المعادن المهمة جدا جدا والاملاح المهمة جدا للجسم للمخ للعضلات لكل الحيوية الاساسية للاطفال عشان يارفوا يركزوا عندنا بعد كده هنا نفس القصة عندنا مكسرات عندنا سنتويتش جبنة برضو كالتيمو بروتين وعندنا برضو الفكهة الحلوة جدا الموز بصوا يعني جميل جميل جدا للمدارس عندنا بعد كده هنا نفس القصة احنا بس من نوع نوع جبنا مختلف نوع لحوم مختلف يفضل دايما في اللانشونات اولا اللانشون اللي احنا عملناه اللانشون الديكرومي بتاع مبارح او اللانشون فراخ او اللحمة بنفس الطريقة بنعمله في البيت بيطلع نتيجة رائعة لو احنا مستعجلين ومقدرناش نوع في بيت يبقى احسن الانواع اللي هي بتبقى الكولد كاتس اللي هي بتبقى باينة تنسيلها فيها مش المفرومة خلاص اهم حاجة يكلوه دايما في اول فصحة تمام طيب ياريتني بعد عن الزمزميات عشان الزمزميات زي ما قلت للأسف بتعمل بكتيريا عند حتة المخرج بتاع الشرب دي ومش بنعرف نعقامها ومنعرفش نوصل للتعقيم لجوة قوي فبيعن بكتيريا خطيرة جدا يعني قلتها قبل كده ابحاث اعملوا تحاليل ولاقوا انها عملت بكتيريا بتهاجم صمام القلب فحاجة خطيرة جدا ملوش اي لازمة احنا نجيب هي ايزاستر مية ووتوتريمية بقى على طول وخلاص ملاش الحاجات اللي بتتعقم دي لان مش دايما تعرفوا تعقاموها لو حاجة بتعرفوا فيها انت تعقاموها اكيد فوق الميت درجة مئوية تمام لكن اي حاجة انتو مش عارفين تعقاموها مش عارفين توصلوا لها المية السخنة المغلية في حتة اللابي بيطالع منها البوز ده اللي بيشربوا منه يبقى لأ تمام بقيت اللانش باكس احنا عملنا اتكلمنا على خمسة نخش في الخمسة التانية افكار التانية وتكلمنا على الحاجات اللي نخلي بالنا منها ياريت ما نبعدش مع اولادنا عصير ما نبعدش معاهم حلويات الكلام ده كله بيأثر عليهم سالبي مش بيخليهم يركزوا ايه البدايل الحلوة معانا؟ احنا معانا مثلا طبعا هنا كنا بنكلم على الفكهة والموز انه اساسي معانا حلو جدا فينا مسلا معانا الطمر والفاكهة المجففة جميلة قوي تحفى طمر والفاكهة المجففة اه بديل البروتين مش دايما اللحمة وفراخ وحاجات كده لأ احنا معانا برضو البيض زي ما قلت البيض ده فويد ورهيبة للجسم ودايما بقولها زي ما البيضة طلعت الكاتكوت الكاتكوت بكل حاجة فيه عظمه ومخه وعنيه وشعره وريشه وكل حاجة عندنا هنا بقى بتديل برضو التونة ممكن صلط التونة مهم العيشة بس طحيه معانا مش ديه الابيض عشان ما هرفعش سكار الدم تمام حلو قوي برضو المرتقان من الحاجات الجميلة البيتامين سي اللي بتساعد برضو على امتصاص البروتين عندنا مثلا هنا البيضة مسلوقة مش معمولة املات مع جبنة مع العيش برضو مع الخضار الفكهة نأكد عليهم دايما يكلوها بعد الاكل بثلاث ساعات او قبل الوجبة بساعة مرة نحط لهم المكسطرات يعني دايما نروح ونيجي كده مرة مكسطرات مرة الفكهة اساسي مرة مكسطرات مرة نحط لهم مثلا نوع بروتين تاني مرة نحط لهم بدل الفكهة طامر مرة نحط لهم يعني نوع ننوع من كل الاشكال دي خدوها صورة كده وايه وعملوا زيها كده على طول هتفرق كده اوقات يحبوا بقى يقولوا مثلا احنا عايزين صلطة مقارونا مش عايزين على طول عيش ينفع جدا تعملوا صلطة مقارونا ويريد تعملوا بقى مقارونا البيت يقل من الشوفان عبارة عن كباية نص كباية شوفان ديق شوفان نص كباية ديق شوفان عليها بيضة الكباية تقريبا بطين بس ملح وتقلبوه يا ايما يتعجن بقى عناشف وتفردول فايع خاص وتقطعوه يتنزلوه في مياه مغلية يتعامل بطريقة اللي هي بالمصفة زي ما شرحت بتجيبوه العجينة بتكون لينة شوية مش مش منشفانها بشوفان وتروحو جايين على مصفة بعيون كبيرة ليه بتاعت البيتزا دي ممكن عارفين الصينية بتاعت البيتزا اللي بتخش الفورن بعيون كبيرة تحطوها على حلة فيها مياه مغلية وتتيجو بالعجينة تروحو ايه ضغطنها ضغطنها تنزل من الفتحات دي في المي بتتسلق بتبقى مقارونا حلوة جدا ومغزية جدا انا مغلية عن بيد وشوفان تحف ومتشبع قوي وفي نفس الوقت سريع قوي ما تاخدش وقت وبتعامل منها سلطات يتعامل منها بالمكارونا عادي بالسلطة بالبولونيز اللي انتو عايزينه والدي معروفة جدا في ألمانيا ولكن مش بيعملوها بالشوفان يعاملوا بديل الابيض بس معروفة جدا اسمها شباتلة معروفة جدا جدا في ألمانيا وليها الجهاز بتاعها بس انا البديل بتاعها زي ما قدت صانية اللي فتحات واسعة تقدروا تشتغلوا بيها برضو طيب عندنا هنا بقى العيش الصاج اللي احنا عملناه قبل كده او عيش التورتية بنشوفان ملون او مش ملون تقدروا تحشوه برضو زي ما شفنا بيتلفز زي وطري تقدروا تحشوه وتعملوه وتقطعوه بالطريقة اللي هي موجودة هنا معنا بس احنا شوفان نفسه على فكرة فيه بروتين فهو برضو الشوفان يعتبر من الحاجات اللي مليان عناصر كتيرة قوي مليان معادن فيتامينات بروتينات ونشويات صحية وفي نفس الوقت معنا البلاست شطاف اللي هي الألياف اللي بتساعد على للشبع وفي نفس الوقت حلوة جدا للأمعاء نشرب معها مياه كتير أهم حاجة قبل ما نروح الفاصل ياريت نبه على الولاد ما يأكلوش كتير يعني يأكلو يدوبك نصف ساندويتش مثلا دلوقتي نصف ساندويتش بعدين أو لو واحد معبول باللحمة يأكلو دلوقتي ويأكلو بعدين مش عايزين حاجات كبيرة يأكلوها عشان الدم بيروح كله على المعدة ويتعب قوي في الهضم ما يعرفش يركز برضو تمام؟ ترجمة نانسي قنقر